إلى الآن برأيك انسحاب القوات الـ 2500 مستشار أمريكي من العراق ما رح تغير شيء ورح تظل الأطراف التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون من استهداف التحالف الدولي بالدول المتبقية وكذلك حلف النيتو ما داعي الانسحاب ذلك؟ أنا ما أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب وأيضا لننتبه أستاذ أحمد نفروف انسحبة القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد هناك أيضا قاعدة حرير ونفرض انسحبوا الأمريكان من قاعدة حرير هناك من سيطالب بمغادرة الشركات الأمريكية شيل النفط الغاز العقود غيرها من العقود الاستراتيجية تتعلق بالاستثمار في العراق فالمسألة هي تكتيكية اليوم نضغط على القوات للخروج تخرج هذه القوات غدا نضغط على الشركات وبالتالي يجب أن يتحول العراق من وجهة نظر هذه الكتائب إلى منطقة محتلة للولاية الفقهة الإيرانية هنا تكمن المشكلة ونفس الشيء بالنسبة للسوريا نفس الشيء بالنسبة للبنان يعني شوف كيف يمنع حزب الله أي تطور أي انفتاح أي مؤتمر دولي لحل مشاكل لبنان مشاكل الفقر الجوع انعدام الأمن وغيرها نفس الشيء في سوقيا نحن أمام مشكلة سياسية استراتيجية صراع عدمي لا معنى له بين دولة ولاية الفقهة والولايات المتحدة الأمريكية والغرب ومع الأسف هذا الصراع أدواتها اليوم كتائب مسلحة تهدد الأمن والاستقرار والتعاون والتطور والتقدم في بلدنا فأيضا أنبه المسألة أو أذكر مسألة أمس قائد القوات لمواجهة الإرهاب في المنطقة وهو أمريكي علن صراحة أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا إلى أمد غير محدود نفس الشيء بالعراق ستبقى هذه القوات لأمن غير محدود إلى حين استتباب الأمن والاستقرار